السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبت على قلك أسرع خيار مخلل في الدنيا تقدري تعملي فيه من اتنين بس والتالت تكلي منه فاص واحد توم هادو ايه بيتفري متحط مع الخيار والفلفل بيدي ريحة تحفة ريحة حكاية وهقولك على سر أرمشته الخيار بيقى مخلل ويقرمش ويقرقش معاك كأنه أخضر بتشقي بس الفلفلة بالسكينة والخيارة ما بنخرطهاش على ساعة التقديم بس تخرطيها بالطول تخرطيها بالعرض تكليها كده سليمة اللي ريحك بتحطيها في باترامان على قدها بالزبط وتكوني محضرة فاص التوم اللي انت فرماه وهقولك على سر أرمشتها تبقى مقرمشة كأنك بتاكلي خيار أخضر وهوريكي سطع كمان وهو مقرمش رصينا الخيار الضبط على قد الباترامان أنا عاملة حاجة بسيطة علشان أوريكي ومعاه 3 قرون فلفل نجيب بقى فاص التوم ندقه نحط عليه معلقة كبيرة ملح ومعلقة سكر أو السكر ده سر أرمشته هنحط معلقة التوم هي فاص واحد توم كبير بيدي ريحة جميلة جدا للخيار المخلي أحلى من الجاز قادي معلقة الملح وهنحط معلقة واحدة سكر نصها هنا ونصها هنا وهنحط كمان على الوش السكر اللي بيخليه يخرفش كده معاكي في بقى يكونش بتاكليه والدوبي الملح والسكر والتوم ود فيهم علي عايزة تحطي شطة كمان برحتك بس احنا حطين فلفل أخضر ما بياخدش يومين بالزبط بالتمام وكمال وتكلي منه أسرع مخلل في الدنيا المخلل ده ما بياخدش وقت معانا وبيبقى جميل جدا ولو قعد معاكي وعمل كمية ما بيجرالهوش حاجة ولا بيطرع معاكي ولا بيتهري بس انت عامل الخطوات اللي بقولك عليها كمان معلقة سكر دفتها وقلب كويس جدا واسيبه بقى يومين بالزبط وبعدين أفتح عليه أفضل أقلب فيه عشان أتأكد إن الملح داب ما تبقاش واحدة حدقة ملحة والتانية دلعة كله يبقى حدق واحد واجي منظره بعد يومين والتالت هفتح عليه منظره اتخلل وطعمه حكاية ورحته تحفة لونه تغير يبقى هو كده خلاص ينفع أكل منه شايفت عاملة ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ منظرها عامل ازاي؟ اتخلل من جوه ومن بره هقطع حتة كمان وهدقوها منظرها حكاية اجي كمان الصوت روعة لو أول مرة تشوفيني اشتراك ولايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته